فنتعلم في هذا الدرس تركيب الجمل بطريقة خرافية في اللغة الإسبانية لنبدأ بتركيب الجمل مستعملين زمن البرسنتي الحاضر عذرا يمكنك هي نستعمل هنا فعل دخار في معنى أن تسمح ولكن أيضا هناك معنى آخر لفعل دخار وهو أن تترك ولكن هنا سوف نستعمل المعنى أن تسمح دخار 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 كيف نقول أن تسمح لي دخارمي 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 دي خارمي دخارمي كيف نقول الآن معذرة هل يمكنك أن تسمح لي بالمرور أريد منكم أن تعطوني الإجابة جاهزون لنرى الإجابة دخار دخار ننكررها سويا دخارمي دخارمي ننكا 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 يغادر تعني من فعل في اللغة الإسبانية يغادر أو أي سالة هي تغادر كيف نقول غرفة في اللغة الإسبانية أبيتاثيون 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 ولا نقول هابتاثيون نقول أبيتاثيون من الضروري جدا أن نتعلم أن نلفظ الأحرف كما يلفظها الإسبان أبيتاثيون وليس أبيتاثيون في إسبانيا حرف ث يلفظ ث وليس س أبيتاثيون 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 غرفته أعطوني أنتم الإجابة أحسنتم سو أبيتاثيون سو أبيتاثيون سو أبيتاثيون سو أبيتاثيون غرفته سو أبيتاثيون كيف نقول لا يغادر غرفته أبدا فكره جيدا اللي نرى الإجابة الكلما الملوانة بالأزرق هي الفعل مرة أخيرة الآن سوف نتعلم تركيب الجمل مستعملين أفعال في أي زمن المدارع المستمر يوم في اللغة الإسبانية هي الأيام الجمع في هذه الأيام في هذه الأيام كيف نقول أنا؟ أيضا أنا تعني ولكن هنا سوف نستعمل فعل إستار سأضع رابط في أعلى الشاشة لدرس فعل إستار في اللغة الإسبانية لكي تراجع هذا الدرس الأساسي في اللغة الإسبانية كيف نقول مشغول ولكننا هنا سوف نستعمل كلمات جديدة لكي توسع معجمكم اللغوي في اللغة الإسبانية مشغول مشغولة هنا هي ولكن في المذكر تعني مشغول كيف نقول مشغول جدا؟ أعطوني أنتم الإجابة أحسنتم مشغول جدا كيف نقول أنا مشغول جدا؟ فكروا جيدا تذكروا أننا سوف نستعمل فعل إستار أنا مشغول جدا هي أحسنتم كرروا من بعض كيف نقول أن أعمل في اللغة الإسبانية؟ كيف نقول إنني أعمل؟ estoy trabajando هي في زمان الوقد في اللغة الإسبانية هو التيمبو 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 تعني أيضا التقس في اللغة الإسبانية ولكن هنا سوف نستعملها بمعنى الوقت الوقد كيف نقول كل الوقت؟ كيف نقول في هذه الأيام أنا مشغول جدا؟ إنني أعمل كل الوقت؟ أريد منكم أن تفكروا جيدا أنك رأينا كل هذه الكلمات ماذا تعني في اللغة الإسبانية؟ أريد منكم الآن أن تضعوا هذه الكلمات في جملة في هذه الأيام أنا مشغول جدا أنني أعمل كل الوقت لكيرو جيدا؟ لنرى الإجابة أريد منكم أن تفكروا في اللغة الإسبانية هي كيف نقول؟ لقد أكلنا للتو أكباموس دي كومير أكباموس دي كومير أكباموس دي كومير لقد أكلنا للتو أكباموس دي تعني للتو أكباموس دي كورير لقد ركضنا للتو أكباموس دي كامينا لقد مشاينا للتو أكباموس دي تعني للتو أكباموس دي كومير كيف نقول الحلوة في اللغة الاسبانية كيف نقول لقد تناولنا الحلوة للتاو أريد منكم أن تعطوين إجابة فكروا جيدا نعرف جميع الكلمات نريد أن نضعها في جملة واحدة لقد تناولنا الحلوة للتاو إجابة كلمات الآن في اللغة الاسبانية هي أهرة كيف نقول أن أستريح؟ DESCANSAR كيف نقول نحن نستريح؟ الآن نحن نستريح؟ ESTAMOS DESCANSANDO ESTAMOS DESCANSANDO جيا في ال PRESENTE CONTINUO ESTAMOS DESCANSANDO ESTAMOS DESCANSANDO كيف نقول الآن نحن نستريح؟ أريد منكم أن تعطوني إجابة أحسنتم ahora estamos descansando 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 كيف نقول لقد تناولنا الحلوة للتأو الآن نحن نستريح أريد منكم أن تعطوني إجابة لقد تناولنا الحلوة للتأو الآن نحن نستريح لنرى الإجابة acabamos de comer el postre ahora estamos descansando acabamos de comer el postre ahora estamos descansando ينكررها سويا acabamos de comer el postre ahora estamos descansando الآن سوف نستعمل زمن الفطورو المستقبل في تركيب جمل en أقلق في اللغة لأسpanee no te preocupes no te preocupes no te preocupes لا تقلق no te preocupes كيف نقول أن أعرف saber فعل saber في اللغة الأسبانية يعني أن أعرف كيف نقول سوف يعرفون سابران 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 مصرفة في زمن المستقبل سابران هم سوف يعرفون أي السابران أو سابران 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 كيف نقول أن أفعل آثير آثير وليس آثير آثير عرف أطش في أول كلمة دائما لا يلفظ كيف نقول سوف يعرفون ماذا يفعلون سابران لكآثين سابران لكآثين سابران لكآثين سابران لكآثين سوف يعرفون ماذا يفعلون سابران لكآثين سابران لكآثين سابران لكآثين سابران لكآثين كيف نقول لا تقلق سيعرفون ماذا يفعلون أعطوني أنتم الإجابة لا تقلق سيعرفون ماذا يفعلون لقد رأينا كل الكلمات ويجب علينا الآن أن نضعوهم في جملة واحدة لا تقلق سيعرفون ماذا يفعلون جاهزون لنرى الإجابة سيعرفون ماذا يفعلون مرة أخيرة نتبريكم بس سابران لك أخير مثل آخر أن أخسل لبار لبار وليس لبار 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 أن أخسل أنا سأخسل يو لباري أنا سأخسل يو لباري يو لباري يو لباري الصحون يو لباري ضعو كيف نقول أن سأخسل الصحون اللّيلية هل تُ ooh أنه تف då يو لباري يو لباري يو لباري يو لباري يو لباري سأخسل الصحون يولا باريلوس بلاتوس كيف نقول و أرفع العطف إي 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 تعني و إن أجففه تأتي من فعل سكار إن أجففه سكار سوف تجففون سكاريس سكاريس سوف تجففون سكاريس سوف تجففون سكاريس سكاريس سوف تجففون كيف نقول سوف تجففوهم لوس سكاريس إنني أتحدث هنا عن لوس بلاتوس الصحون سوف تجففوهم لوس سكاريس لوس سكاريس ألفظوها معي لوس سكاريس كيف نقول وأنتم سوف تجففوهم أعطني الإجابة إيبوسوتروس لوس سكاريس إيبوسوتروس لوس سكاريس إيبوسوتروس لوس سكاريس مرة أخيرة إيبوسوتروس لوس سكاريس كيف نقول الآن أنا سأخصل أنا سأخسل الصحون وأنتم سوف تجففوهم أريد منكم أن تضعوا الكلمة التي تعلمناها في جملة واحدة أنا سأغسل الصحون وأنتم سوف تجففوهم أكرروا جيدا أعطوني الإجابة يولابري لس بلاتوس إي بوسطرس لس كاريس يولابري لس بلاتوس إي بوسطرس لس كاريس نقررها سويا يولابري لس بلاتوس أنا سأغسل الصحون إي و بوسطرس لس كاريس وأنتم سوف تجففوهم يولابري لس بلاتوس إي بوسطرس لس كاريس مرة أخيرة يولابري لس بلاتوس إي بوسطرس لس كاريس الآن سوف نتعلم تركيب الجمل مستعملين زمان البرتريريدو وهو زمان الماضي الذي انتهى العام الانيو الانيو وليس الانو الانيو كيف نقول الماضي الانيو 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 لأن كيف نقول أن أفعل أو أن أقوم أثر أثر أن أفعل أو أن أقوم كيف نقول كنت إي ثي إي ثي إي ثي تلاحظون هنا كيف تغير فعل أثر في زمن البرتريريدو وذلك لأن فعل أثر هو فعل شاذ في اللغة الإسبانية كنت كنت رحل رحل كيف نقول كم تبير رحل إي ثي 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 كيف نقول الأرجنتين أرجنتين أرجنتين الأرجنتين أرجنتين أرجنتين كيف نقول كنت بيرحلة إلى الأرجنتين إي ثي 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 كنت برحلة إلى الأرجنتين الآن كيف نقول في العام الماضي كنت برحلة إلى الأرجنتين أريد منكم أن تعطوني الإجابة لقد تعلمنا كل الكلمات و سوف نضعهم في جملة واحدة في العام الماضي كنت برحلة إلى الأرجنتين جاهزون لنرى إجابة الآن نعرف أخرى خمسة في الغلغة الإسبانية هي 5 5 و لايسة 5 5 نحن في إسبانيا و في إسبانيا نقول 5 و ليس 5 5 5 5 5 كيف نقول قبل خمسة أيام كيف نقول أن أشتري في اللغة الإسبانية كمبرار 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 في اللغة الإسبانية تعني أن أشتري كمبرار كمبرار كيف نقول حتريت كمبر 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 كيف نقول إالفستان كيف نقول قبل خمسة أيام اشتريتو هذا الفستان؟ هنا تدعون حتى الآن ولا يسي بمعنى بعد وقبل تدعون بعد أي بمعنى حتى الآن كيف نقول أن أضع أو أن أرتدي كيف نقول كيف نقول لكني لم أرتديه بعد لكني لم أرتديه بعد كيف نقول الآن قبل خمسة أيام اشتريت هذا الفصان لكني لم أرتديه بعد أعطوني إجابة 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 hace 5 días compré este vestido pero todavía no lo he puesto hace 5 días compré este vestido pero todavía no lo he puesto hace 5 días compré este vestido pero todavía no lo he puesto muy bien حسنط أما الآن أريد منكم أن تشتركوا بالقناة وأن تفعلوا زر الجرس وأكيد أن تضغطوا على زر الإعجاب كذلك أريد منكم أن تشاهدوا هذا الدرس عدة مرات لكي تتمرنوا على تركيب الجمل في اللغة الإسبانية أيضا أريد منكم مشاهدة الدروس الموجودة على يساري أما الآن أقول لكم حسنط ها أ Nana ترجمة نانسي قنقر